لم يعد العراق ساحة تنافس وميدان نفوذ تستخدمه إيران في إطار صراعها المصلحي مع الولايات المتحدة فحسب بل تحول إلى منفذ تتنفس طهران من خلاله لتخفف من وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب سياساتها التوسعية في المنطقة وزعزعتها للاستقرار العالمي هذا ما يشير إليه بوضوح تقرير لموقع The Daily Best الأمريكي الذي يقول إن رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يستطيع من خلال الإطار التنسيقي الذي يملك الأغلبية في البرلمان إنهاء الوجود الأمريكي بتشريع القانون لكنه لن يفعل ذلك لأن طهران تخشى العقوبات الأمريكية على العراق في حال سحبت واشنطن قواتها فإيران التي يعاني اقتصادها بشدة تعتمد على ثلاثة شرائن حياة هي صادرات النفط إلى الصين والتجارة غير المشروعة والعراق الذي تعتبره شريانها الاقتصادي الرئيس ويلفت التقرير إلى أن إيران تظهر للعالم دائما أن حكومة بغداد تحت سيطرتها وأن استمرار وجود العسكريين الأمريكيين في العراق هو بإذن من طهران وتحت رحمتها وهو ما يفسر جعل ملف الانسحاب الأمريكي من العراق مناطا بلجنة ما يعني تسويف الملف شيئا فشيئا وبحسب دايلي بيست فإن ثلاثة مليارات دولار تنفقها الحكومة في بغداد على مائة وستين ألف مقاتل من الميليشيات الموالية لإيران وهو ما يكلف ملياري دولار سنويا الأمر الذي يأكس حقيقة اكتظاظ هيئة الحشد بالفضائيين أي العناصر الوهميين في واحدة من أوجه الفساد الكثيرة التي تعمل بها هذه الميليشيات فضلا عن سيطرتها على العديد من مؤسسات الدولة وعمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تنشط بها إضافة إلى المكاتب الاقتصادية التي تدير أعمالها المشبوهة وغيرها من الموارد الكثيرة التي تستفيد منها إيران في النهاية وتسخرها لتمويل أنشطتها